طيب فيه برنامج المليون هكتار من الأراضي المسقية اللي انطلق في 2013 برنامج رئيس الجمهورية إلى أين وصل هذا البرنامج وأنتم كدوان مسؤولين عن الأراضي المسقية شكراً كي نقول مليون هكتار إضافي هو أحد العناوين الكبرى لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية من أجل الإقلاع بالاقتصاد الوطني وتنويع المداخيل خارج المحروقات الدولة أعطت عناية كبيرة من خلال وزارة الموارد المائية وهي الوزارة التي تابع لها الدوان الوطني السقي وصرف المياه وكذلك وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذا المشروع يجسد في أرض الواقع خطينا فيه خطوة مهمة حالياً كان نصيب وزارة الموارد المائية ل376 ألف هكتار من المليون هكتار و624 ألف هكتار على مستوى وزارة الفلاحة يجدر بالإشارة ما نقدرش نتجاوز كينا نتكلم على برنامج المليون هكتار وزارة الموارد المائية عندها عدة محيطات تم إنجازها كان محيطات فلاحية قيد الإنجاز ومحيطات فلاحية هي مبرمجة للإنجاز وخاصة نظام بني هارون اللي استفدنا منه الريف الفلاحي استفاد واخذ نصيبه من هذا المشروع الضخم من أجل توسيع الرقعة الفلاحية بما يفقر أربعين ألف هكتار من بينها محيطة لاملتجسد محيط لد حملة لجوز الألفين هكتار بولايتهم لبواقي الشطر الأول من محيط الشمرة بولايت باتنا سبعة لفمائتين هكتار تجسد إن شاء الله في خلال حملة السقي كل هذه المحيطات تكون قابلة للتجسيد وكذلك إن شاء الله رح ننطلقه في ألفين وثمنتاش في تجسيد جزء كشطر أول من محيط الرميلة ولا تفاضل بولاية باتنا وولاية خنشلا على سبيل المثال للحصر والمعلوم أنه تم رفع تجميد عن مشاريع قطاع الموارد المائية كيف سيستفيد الفلاح بعد رفع هذا التجميد وزارة الموارد المائية كانت بالأخص بالأخص مشاريع التطهير هي اللي كانت مجمدة وبعد جهد جهيد وعمل كبير من طرف وزارة الموارد المائية الحكومة رفعت التجميد على هذه المشاريع الرأي الفلاحي أكيد رح يستفيد من رفع التجميد عن محطة التصفية لأن محطة التصفية رح تعطينا مياه مصفات نعيد استعمالها في عمل تسقي وهي أحد للركائز الأساسية لتعتمد عليها الوزارة وتعتمد عليها الحكومة باش نوسع الرقع الفلاحية خاصة أن الجزائر تعاني من نقص في هذا الموارد المائي نتغلب عليه إن شاء الله باستعمال المياه الغير تقليدية والتي من بينها المياه المصفات وكذلك باستعمال الأنظمة المياه المقتصدة المياه دون أن ننسى الاستعمال العقلاني لهذا الموارد الحيوي والذي هو شيء مهم ومهم جدا وهذا ما أريد الختام به معنا